تسألك سؤال حالياً كابتن هل برأيك أن حسام حسن هو الذي أنصفك من بين مدراء المنتخبات الوطنية؟ أكيد الله يسهل عليك طبعاً كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن مدرب كبير يعني مش بس أنصف عدي بصراحة أنصف لعب كثير يعني لعب كثير ما كانوا مبينين ما عم كنت بشباب العقبة أيام أيام ما كنت بشباب الوردن كنت صغير للساتني يعني كان متابع منتخب أيام من كابتن حسام حسن يعني طلع نجومك بصراحة كثير يعني كانوا مظلومين فهو برزهم وهذا عاد بالفائدة عليك كابتن؟ أكيد طبعاً أعطاك أكثر ثقة آه طبعاً أكيد يعني كابتن حسام حسن مدرب كبير يعني بصراحة يعني من أفضل المدرمين اللي اجوا على الوردن حد طيب فموحه دي بالعودة للمنتخب الوطني في الأيام القادمة؟ أكيد أي لاعب يتمنى أنه يمثل منتخب الوطني الأمل مثلاً؟ لا ما فعل اللي بفقد الأمل بصراحة يعني ما عندوش طموح اللاعب طول ما عندو طموح كل ما يقدم أحسن فهذا يعني الأمل موجود يعني عمره قداش كابتن؟ واحد ثلاثين صحيح نعم بعدك شبير مشاركة طيب لعب تحت الكثير من المدربين الأردنيين درأيك من أكثر يعني مدرب أردني أعطى الفرصة للكابتن عدي القرى ومن ممكن هو كمثل كان يرتاح كثير عدي القرى؟ صراحة في أكثر من المدرب أذكر منهم الكابتن ضيان صالح الكابتن رايد الدود الكابتن رايد الظاهر ديان بمعان صح? امعان بالزبط الكابتن ضيان صالح كابتن رايد الدود الكابتن الرائد الظاهر يعني أكثر من المدرب بصراحة يعني إرتاح تموحهم Coleman باللهب نعم طيب و CAMP عثمان حسنات ٩ في الصلط بصاصة بالطبط طيب يعني مدرب عندو فكر عالي بصراحة فكرة عالية مثلك الأعلى بين المهاجمين الأردنيين سابقا نتحدث بصراحة أنا كنت تابع بالكابتن محمود شلباية والكابتن بدران الشقران والجيل بعدهم بصراحة الكابتن أحمد هايل كان لاعب بهداف بصراحة شو بيختلف الجيل الماضي عن الجيل الحالي كابتن وأنه أفضل هلا ما بقدرش أقول لك مين أفضل بس أتوقع أن الجيل الماضي كان عندهم روح ورادة أكثر من الجيل الحالي بصراحة يعني لو كان في عصر الاحتراف ممكن أن يقدم أكثر أكيد 100% يعني أنت أنه احتراف بصراحة أنت صدمت بقلمة الاحتراف ما في احتراف يعني عندنا في الأردن حاليا ما في احتراف لأنه اللاعب لا بست المراتب ومتوقف تقريبا سنة وين الاحتراف؟ ما في احتراف عندنا بالأردن يعني اللاعب قاعد بمشي حالته مشايب صراحي موسيقى موسيقى